اشتركوا في القناة كيف نحافظ على الاثار الذي خلفه فينا رمضان تعرفون معشر السادة والسيدات كيف ان شهر رمضان انتهى وقد رحل وودع ولكن روحه يجب ان لا ترحل انه انقضى رمضان فان الصوم لم ينقضي فهناك الصوم المسنون وهناك المندوب وهناك المباح اذا ذهب رمضان فان القرآن لم يذهب لازلنا مطالبين بتلاوته والعمل بما فيه رحل رمضان ولم يرحل القيام اذا هو افضل الصلاة بعد الصلوات المكتوبات ذهب رمضان ولم تذهب الصداقات ذهب رمضان ولم تذهب حاجاتنا فلازلنا نحتاج الى رحمة الله وعطفه وعفوه ورعايته وتوفيقه انها عبادات نحن في امس الحاجة اليها ومن اجلها خلقنا ربنا واعبد ربك حتى ياتيك اليقين بعد رحيل رمضان خلف فئات من الناس الفئة الاولى هم السابقون الفائزون الذين ملأوا شأرهم بالطاعات فكانوا من السابقين وقد ضعفت اعمالهم الصالحة الى سبعمائة ضيف الى ما شاء الله سبحانه وتعالى فوق ذلك الفئة الاخرى الذين كانوا في غفلة قبله ولكنه عندما جاء جدوا فكانوا من المقتصدين نالوا العفو ونالوا العتق خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عصى الله ان يتوب عليهم الفئة التالتة هم المقصرون قبله اوفقوا اثناءه الى بعض الواجبات ولكن خالتها ومازجها لغون كثير فلم يكن لهم الصوم جنة واعلم بأنك لن تقوم بحقه حتى تكون تصومه وتصونه في العشر جدوا وعكفوا على الطاعة وسكبوا العبرات وتابوا الى ربهم فكانوا من الظالمين أنفسهم والأسناف التي ذكرت مقتبسة من ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن الذين ورثوا القرآن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفوز العظيم جنات عدن يدخلونها الآيات ودون هذه الفئات من ضيع رمضان وملاهوا بالعسيان والمجون والنوم ولبيس ما صنعوا وقد اتسع خرقهم على الترقيع أيها الإخوة أيها الأخوات إن الصوم تدريب على ما بعده إن كان في العمر متسع وبقية والأجل يقطع الأمل كما تعرفون وهناك فرص يجب أن تؤكد استمرارنا في الخير الستة من شوال فريدة الحج الأضحية بل كل العام موسم للخيرات وللعبادة وللطاعة فبئس قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان يجب علينا أن نستحب هذا الشهر المبارك إلى باقي عامنا وهناك قوم والعياد بالله عادت حليمتهم إلى عادتها القديمة فانتكسوا وارتدوا على أدبارهم ويسدقوا عليهم قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد خوة ننكاتا الآية وهي كما ورد في سبب النزول امرأة خرقاء بمكة تنقض غزلها بعدما تغزله ومعنى الأنكات ما حل من الغزل المفتول فيجب اللايف على المسلم مثل ما فعلت هذه المرأة الخرقاء الحمقاء معشار السادة والسيدات دربنا رمضان على العمل الصالح وعلى تقوى الله واستحدار جماله وجلاله عز وجل فعليك أيها العبد الصالح أن تحافظ على هذه الروح فقد عرفت فالزم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ولوصحي وسلم تسليما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة